اهلا بحضراتكم جديد شوفنا هذه المسيرة الكبيرة للكابتن حسن حمدي اللي بنقوله كل سنة وانت طيب يا كابتن وعيد ميلاد سعيد وربنا يمتعك دايما بموفور الصحة والسعادة يا رب ان شاء الله على فكرة التاريخ الكبير للنادي الاهلي ده يا جماعة والأسس اللي اتباني عليها والمواقف كتيرا اللي المواند سعادلي بيحكيها لكم هي دي الأرض الصلبة جدا اللي انطلق منها النادي الاهلي ولعله ربما يكون من الأفكار الليلة جدا اللي موجودة اللي ظلت نابضة وحية وعيشة وبتتفرع منها دايما أجيال وراء أجيال عشان يوصل الاهلي حاليا هذا الشهر يلقيه الاهلي يتفوق على مين على ريال مدريد وبرشلونة في عدد المتابعة والأكثر تفاعلا في العالم على الفيسبوك بصوا شعبية النادي الاهلي وصلت لفين عشان اللي بيقول لك الرعاية والدعاية وكل كلام ده كله النادي الاهلي استطاع انه ينفرد بقمة قائمة الأندية الأكثر تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي حقق المركز الأول في التفاعل بمعدل مشاركة خلال هذا الشهر يوليو عشرين تلاتة وعشرين وفقا للإحصائية اللي أعدها الموقع المتخصص في هذا الشأن وتفوق على حسابات ريال مدريد وبرشلونة والأرسنال النادي الاهلي حصل على عشرين فاصل أربعة من عشر مليون تفاعل من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك في شهر يوليو عشان يتصدر قائمة أفضل خمس أندية في العالم خلال هذا الشهر أفضل أندية متابعة شعبيا حول العالم في شهر يوليو كان النادي الاهلي المركز الثاني كان ريال مدريد الاهلي عنده عشرين مليون واربعة من عشرة ريال مدريد في المركز الثاني تسعة عشر مليون وثلاثة من عشرة برشلونة تراجع للمركز الثالث بطمانتاشر مليون واربعة من عشرة فريق انتر ميام الأمريكي طبعا مع وجود ميسي دخل القايمة بقى في المركز الرابع بخمستاشر مليون وسبعة من عشرة والأرسنال كان الخامس بـ 11 مليون متفاعل معاه على صفحته على الفيسبوك لتواصل الحسابات الرسمية للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي فرض نفسه على الساحة العالمية ويأكد الأهلي أنه من أهم أندية العالم شعبية وجماهيرية ومتابعة من خلال التواصل الاجتماعي عايزين أدلة؟ يعني عايزين إيه؟ الناس اللي بتكابر دي عايزة إيه؟ تبقى أحسن الحاجة إيه؟ دعهم في فقاعة الوهمة اللي هم عايشين فيها خلاص اللي مش عايز يشوف بقى اللي ما شوفش من الغربال هتعمل له إيه؟ اللي ما شوفش من الغربال يبقى أعمل